عبرت سفينتان حربيتان أمريكيتان مضيقة تايوان على ما أعلنت البحرية الأمريكية في أول خطوة من نوعها منذ أن أجرت الصين منورات عسكرية غير مسبوقة في محيط الجزيرة في المقابل ناقلت وكالة رويترز عن الجيش الصيني قوله إنه يراقب إبحار سفن حربية أمريكية عبر مضيق تايوان لافتني لأنه جاهز للتصدي لأي استفزاز على حد تعبيره تتسارع حدة التوتر في مضيق تايوان بعد أن أعلنت البحرية الأمريكية عبور سفينتين حربيتين في أول خطوة من نوعها منذ أن أجرت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة على تخوم الجزيرة الأسطول الأمريكي السابع قال إن السفينتين كانت تأتقومان بعبور روتيني عبر المضيق وهو ما يثبت قطعاً التزام الولايات المتحدة جعل المضيق منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهدع واشنطن كانت قد أعلنت قبل أيام أنها ستجري عمليات عبور بحرية وجوية في مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة رغم تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بشأن الجزيرة لافتة إلى أن القوات الأمريكية ستواصل رغم التوتر التحليق والإبحار والقيام بعمليات حيثما يسمح القانون الدولي بذلك في المقابل قال الجيش الصيني إنه يراقب السفن الأمريكية المبحرة عبر المضيق وسيبقى في حالة تاهب قصوى ومستعد لدحر أي استفزازات وفق تعبيره في وقت تبدو فيه بكين اليوم أكثر وضوحا فيما يتعلق بطموحتها تجاه تايوان وعادة ما تستغرق عمليات البحرية الأمريكية في مضيق تايوان ما بين ثماني إلى اثنتين عشر تساعة حتى تكتمل ويتم مراقبتها عن كثب من قبل الجيش الصيني ومنذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان أبدت الصين ردت فعل عنيفة وشرعت بمناورات عسكرية ضخمة قالت بكين عنها إنها تعتزم إجراء مثل هذه التدريبات بانتظام في وقت تشير فيه الأحداث المتسارعة إلى اقتراب صدام مسلح إن انزلقت الأمور وداس الجيش الصيني أرض تايوان ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا من بيروت الدكتور نبيل سرور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بيروت والمتخصص بالشأن الأسيوي أهلا بك دكتور نبيل يعني بداية كيف نرى أفق هذه الاستفزازات كما تسميها الصين في الوقت الذي يشهد فيه العالم كل هذا الوضع الصعب في الحرب في أوكرانيا هل يستطيع العالم تحمل فتح جبهة ثانية في تايوان تحياتي لك سيدة إليان والمشاهدين الكرام طبعا ما من شك بأن زيادة حجم التوتر في منطقة مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي يدلل بأن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة إلى أقصى حدود التحدي للصين في هذا المجال كل الطرفين يلعبان على هافة الهاوي إذا صح التعبير هناك منورات صينية دائمة وهناك قطع بحرية أمريكية تعبر مضيق تايوان إضافة إلى حوامات عسكرية وحربية أمريكية مما يرفع منسوب التوتر منسوب التوتر أصبح واضحا جدا خاصة بعد زيارة ناسي بيلوسي زعيمة المجلس النواب الأمريكي وبالتالي أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس أقصى درجات الضغط على بكين التي تعتبر بأن تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وبالتالي بقاء تايوان بعيدة عن وحدة الأراضي الصينية يدلل بأن هناك دعما أمريكيا واضحا لهذا الجزء المقطع من الصين إذن نحن أمام استفزازات متبادلة في هذا المجال منسوب التوتر يرتفع وكأن كل الأطراف تلعب الآن على هافة الهاوية هل سوف ينجر العالم إلى حرب جديدة إضافة إلى حرب روسيا وأوكرانيا أعتقد من خلال متابعة لتصريحات بعض المسؤولين الصينيين هم يراقبون عن كثب هذه التطورات ينظرون بحظر شديد إلى عبور هذه البوارج الحربية الأمريكية والتحليق الأمريكي يقولون وكأن الولايات المتحدة الأمريكية هي وصية على تايوان هي التي تحدد متى تعبر وبالتالي منسوب التوتر يرتفع وأعتقد بأن بكين ربما تأخذ عن الاعتبار كل هذه المعطيات في الآتي من الأيام أسألك أيضا دكتور نبيل عن هذا التوقيت في هذا الوقت الحرش جدا ما هو الهدف من ورائه وهل قد تنجر بكين إلى هذه المواجهة أم تفوت الفرصة طبعا نعروف جدا بأن قارة بكين يعتمدون العقلانية في سياستهم يعني محددات السياسة الخارجية تعتمد المبادئ السلمية والصين ذات منح اقتصادي إلى حد كبير وهي تدعو من خلال محددات سياستها الخارجية إلى حل كل الأزمات والمشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السلمية ولكن بموضوع تايوان هي تعتبر بأن تايوان جزء لا يتجزأ من البر الصيني وبالتالي هي جزء من وحدة أراضي الصين وهناك اعتراف دولي بهذا الأمر قارة الصين يقولون بأنه لا يمكن أبدا التلاعب بمصير تايوان وهي حتما يجب أن تعود هي دخلت في الوجدان الوطن الصيني حتى لدى الشعب الصيني التوقيت توقيت مريب جدا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت في المقدمة تسعى لجرد بكين إلى مواجهة بكين لحد الآن تتريف كثيرا باتخاذ أي خطوة ميدانية هي أجرت مناورات متقدمة جدا وأطلقت مجموعة من الصواريخ التحذيرية إنني أخشى وهذا رأي سياسي تحليلي للوقاع التي أتابعها يوميا أخشى فعلا في حال زادت نسبة التوتر وزادت نسبة الاستفسازات الأمريكية وعبور البوارج الحربية الأمريكية وتحليق الطيران للحرب الأمريكي والدعم الكبير للنظام تايوان فعلا أن تدرس بكين ربما بشكل جدي إمكانية التدخل في سبيل استعارة تايوان عسكريا وهذه خطوة بشكل جدي في حال استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر نعم ولكن ما رأيك بالقراءات التي تقول بأن الولايات المتحدة ما كانت لتقدم على هذه الخطوة ما لم تكن متأكدة من إمكانيات الصين في الوقت الحالي التي تعاني من أزمات اقتصادية ربما كبقية دول العالم وبأنها قد لن تقدم على مواجهة عسكرية أعتقد وهذه قراءة أيضا موضوعية من قبل بأن الحسابات الأمريكية في هذا المجال لم تزل تعتمد على بعد الهيمنة إذا صح التعبير في العلاقات الدولية أنا متابع بشكل مباشر وحتى على المستوى الدراسة الأكاديمية للشأن الصيني سيدة الصين ضاعفت حوالي ثلاثة أو أربع مرات أسطولها البحري صار لديها مجموعة من حاملات الطائرات الضخمة يعني خلال العقدين الأخيرين عملت بشكل كبير على تنمية واقعها التسليحي هي كانت كما قلت قبل قليل تعتمد إلى حد كبير على البعد السلمي البعد الاقتصادي البعد الاستثماري ولكن أدركت بقيادتها السياسية بأنه لا يمكن حماية المكتسبات الاقتصادية إلا من خلال البعد العسكري وبالتالي طورت مجموعة من الصواريخ الباليستية الطائرات الحاملات الطائرات وأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيداً بأن الصين على المستوى العسكري في العقدين الأخيرين تغيرت إلى حد كبير وأنا أقول بأنها تخطئ كثيراً إذا لم تحسب جيداً حساب ردة الفعل الصينية التي قد تفاجئ العالم بحجم التسليح الموجود لديها إذن حسابات الأمريكية أعتقد بأنها يجب أن تكون موضوعية أكثر وألا تغرق بسياسة الهيمنة التي اعتمدتها على مدى سنوات طويلة جزيل الشكر دكتور نبيل سرور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بيروت والمتخصص